السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موقع اسمه كود موجي الموقع ده بيخليك تبدأ تتعلم برمجة زي الشيميل والسي اس اس بطريقة سهلة جدا ويه بسيطة اول ما بندخل بيقول لي عايز كود ولا ووركشوب اني ميت هتعمل حركة ولا بلاي جراء هتلاقي الموضوع سهل جدا ووسيط هيسهلك فكرة البرمجة طيب خلينا نبدأ كده فبيقول لي تعايز تعلم الشيميل ولا سي اس اس ولا جافة سكريبت ولا كومبو ولا خليك مش واحدة واحدة ما تستعجلش يعني هنبدأ مثلا به الاشتي ميل هو صلوب سهل جدا في التعلم وكل حاجة طيب هو بشرح لك فكرة الاشتي ميل هي عبارة عن ايه وكل مرة هيفتح لك حاجة واحدة تمام هنا في البرمجة هيفتحهم لكلهم لكن عشان نحن نتسلم نبتدي فبيقول لي الاشتي ميل هو عموما الاشتي ميل هاي بارتكستمرك اوب بلانجويتش هي لغة سهلة جدا كل صفحات الانترنت مكونة منها يعني الصفحة اللي هنشغلنا عليها دلوقت ديت لو دست اف اتناشر هيبدأ يجيب لي القائمة هنا تمام القائمة دي بنبدأ نفهم منها الكود اللي موجود تمام فهتلاقي ان هو بيبتدي باشتي ميل وبعد كده بيبقى فيه هيد اللي هي المعلومات اللي موجودة اللي انت بش شايفها لكن موجود فيها مثلا الطايت اللي موجود فيها المعلومات الثلاثية دي اللي هي البادي يعني اول حاجة عملها لازم انا اضيف الاشتي ميل هو هنا بيدفها لك بشكل يعني ايه اه درجان دروب لكن هي مفروض انها بتبقى تكتب انت الاقواس هو كتبها لك مفروض مسلا بنكتب العلامتين دول ومعهم الاشتي ميل طيب هقول له ران كود بيبدا يظهر لي بالشكل دو دي الشاشة طبعا هنستي ما كتبنش حاجة لكن هو مفروض ان الاشتي ميل هنحط البادي وهنحط الهيد الهيد فوق والبادي تحت البادي اللي بحط الكلام اللي مفروض هيظهر هنا الهيد ده اللي بنحط فيه الاعدادات بتاعت الصفحة وبنحط فيها العنوان بتاعت الصفحة وهكذا طيب اقول له next listen تمام انا واحدة بتاعت الاشتي ميل هي ديت صمت انصر فهو مناسب للناس كلها ماشي طيب بيقول لي الهيد اللي هو الرأس دوت اهو حطينا الهيد ومفروض ان احنا نقفل الهيد عشان نعرف ان الجزء ده هو ده الهيد بتاع الصفحة هو ده الرأس بتاع الصفحة والتايتل التايتل ده اللي هنحط فيه العنوان بيقول لي حطي العنوان فانت اكتب بقى اسمك مثلا تمام يعني ان اسمي عمر هكتب عمر مثلا اهو طيب لما تقول له runcudes هو بقى بيبدأ يترجم الكلام دوت ان انا عندي الاشتي ميل هنا الهيد الهيد التايتل اهو عمر كتبت هنا يبقى انا بعد كده هكتب بقى في البادي ده اكتب بقى فيه اللي انا عايزه نكستلسه ماشي يبدأ بقى يفتح لي البادي ويفتح لي كل حاجات التانية يبقى انا بادي لسه هيت افتح البادي البادي اهو البادي ده اي حاجة تكتبها هي دي بقى اللي هتظهر ماشي طيب هنكتب له مثلا ايه فري غزة بالشكل دوت وهو اقول له runcudes كده انا بتعلم بلغة او بتعلم الشيميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة واي حد يقدر ان هو يفهمها قلنه مش خطوات اهو فري غزة اهيه تمام هنا التايتل اللي هتكتبه هنا هو اللي هيظهر يعني لو جيت هنا كتبت فري غزة اه بالشكل دوت وبطلو runcudes ازهر لي الكود هوت وازهر لي free غزة هاي ودي التايتل التايتل اللي هو بقى موجود هنا دي اسهل طريقة تقدر اتعلم بها الاشي ميل اه بيقول لي بقى فيه حاجة متعلمة دلوقتي اسمها H1 يعني H1 يعني التايتل نفسه هيبقى الهيد او يعني هيبقى بشكل اكبر من العادي يبقى انا هقول له مثلا هنا بين ده ده اللي هو الهيدنج الراس اولين H2 بيبقى الخط اصغر شوية تمام وهكذا شايف بقى الخط كبير كده ومقرأ تقدر تقرأ نقول له نكس تلسوا بيقول لي انا واحدة من دول اللي هي بتاعت البادي تمام دي بتاعت البادي طبعا في لغة الاشي ميل ما فيش الرموز ديت يعني لو انت بتكتب باشي ميل ما فيش الرموز ديت لكن انا بنقل لك من فكرة البرمجة البصرية انت تتعمل حاجة خاصة بيك تعال بقى نشوف حرف البي دوت اللي هو زي بتكتب مثلا بارغراف وتكتب بقى اي بارغراف او شايف كده ده الهد وده البرغراف طيب لو انا بقى خدت الهد ده اللي هو ده ونقلته هنا يبقى كل ده هد والجزء ده هو البرغراف يبقى انا ممكن اكتب مثلا هاي يبقى هاي دي اللي ينطبق عليها الهد من هنا الهين والجزء ده هو البرغراف بين العلامتين هادي بقى بالشكل دوت الهيدنج اهو بصوا الاول عمل ايه كتب الهيدنج ده كل ده هيدنج تمام وده البرغراف لكن البرغراف ورث من الهيدنج اخذت نفس الخصاص بتاعته ماشي طيب دي علامة الاسبان ماشي وكل مرة بيبدأ يعلمك حاجة معينة اهو نعمل run نجستلسن طيب هيبضع واحدة واحدة يفتح لنا اهو دي اكتبس عالمة الاكتباس يعني انا اكتبست كلمة معينة تمام ده علامة الاكتباس في جملة مثلا عجبتني احد الزعمات بيقول حاجة فبعملها اكتباس بالشكل دوت يبقى احنا شوفنا الهيد الجزء اللي فوق التايتل التايتل ده العنوان اللي فوق البادي الجسم وهكذا اخذنا الاختباس هيفتح لنا ايه بقى تاني طيب 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 يعني هيركز عليه شوية بالشكل دوت يعني تنظر نقول انه هو بقى اداله بولد طيب انا واحدة من دول اللي هي بولد اللي هي ديت وبعد كده اكتلك اكتلك يعني الكلام اللي جواه هيبقى ميل طيب لو انا جيت هنا وقالت له انا عايز STRONG اهو وقالت له STRONG ده من هنا الهنا يبقى عند جملتين ديت STRONG وده كمان هتبقى STRONG وهتبقى ميلة كمان طيب مفروض ان احنا هنتعلم بعد كده ازاي نخلي ده في سطر وده في سطر لكن هو هنا حطيلي دوت الجزء ده بس هو اللي ميل لكن كل ده STRONG او بولد نخش على اللي بعد اه هنا بقى هنحط صورة ماشي اه ماشي اه ماشي اه ماشي اه نقدر بقى احط الصورة احنا عايزين طيب نقول له RUN حطي صورة حصان فعلا فبدأت نتعلم ازاي ان انا احط حصان اقول له بقى next lesson next هنا ده بديله رابط لموقع تمام؟ يعني هنا بقول له this is link ولما يدوس عليه يدخل على موقع معين ده هنا كزا موقع كل واحد فيهم موقع بشكل ماشي اقول له RUN كود بقول له في مشكلة اه حط لي link معي اه شايف العلمة دي العلمة دي منفروض يبقى فيه هنا الموقع نفسه اللي هو دابل 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 الحاجات دي كلها طيب اعملها ازاي شايف فيه علامة كمبيوتر محمول لابتوب اسحبه واحطه هنا وقول له run code قال لي correct بانا كده عند ال link لو دست عليه هيدخل لي على الموقع دوت ماشي دخل لي على الموقع بتاعها ماشي كده احنا نتعلم من حياة كتيرة او في ال SGM اللي بتطرية سهلة جدا وبسيطة مفروض ان احنا نتعلم يعني مع الشغل نتعلم الكود نفسه ده هنا بقى ملف الصوت اهو واقود ده احطه هنا عند ملف الصوت واعمل run code اه بيقول لي اختار الصوت اللي انت عايت تشغاله طيب تعال لها كده اختارت ده مثلا مفروض انت بتحفظ بقى اللي شغل فردي عشان انت تكتبها بعد كده تمام عرفنا نعمل الصوت هوت بعد كده نحط بقى الفيديو تعال نشوف الفيديو اهو نختار بقى الفيديو اللي احنا عايزينه ونقول له run code اللي تمام زي الفول اهو الفيديو اشغال معنا هقول له run code بعد كده خريطة ونجي هنا نختار بقى الخريطة اللي احنا عايزينها نفيش خريطة الدولة العربية فمش عارفة اختارها انا لعلي بش عايز اختارها ماشي خليه غصيين اني ما محبش اصطرها بس يلا خليه علينا اجاب لنا خريطة فعلينا هوا فتخيل ان احنا بدأنا نعمل البرنامج اللي احنا عايزينه بيقول لي بقى ايه كانت بي click to see more option طيب دي هتشوف وده هتشوف اعتقد ديت طيب نخش في اللي بعده break اظن ده اللي بيخلي الجملة تتأثر من السطرين طيب خلينا اقول له مثلا انا عايز bar graph واحط ال break ده في النص مثلا ده نحن نشوف بقى اللي يحصل اه بيقول لياني مشكلة اه بيقول لياني مشكلة اه ده هو عايز اه اه هو عايز ايه نعمل الترابة عايز حط دي واحط براجراف مثلا يبقى ليانه بين البراجراف ده والبراجراف ده طيب هو مش عايز برجراف هو عايز ديت الاسبان طيب خلاص نقول له اسبان هي المهم ان هو ايه هي اسم لنا التيكست بين هنا وهنا عشان يبقى على سطرين يعني طيب هنا مفروض ان انا احط الديف هنا او معلق حاجة اهو احطه هنا برضو اه بيقول لي هنا يبقى فيه اتنين ماشي ده عشان يعمل طيب اه اجاب هيا لحيت طيب نشوف بعد كده خلاص اخر حاجتين همت طيب بيقول لنا مفروض ان الشكل اه مفروض دي 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 تقسيمات تمام فده مفروض دي يكون هنا عشان يبقى فيه list item فيه عناصر مفروض تمام this is list item ناكست اللي بتعمل space ديت مفروض بيقول لنا انت كده خلصت من حاجة تروح انت خلصت الاشي mail lesson تقدر بها تخش بقى على الدروس التانية css طيب هنا دي black ground اللي احنا قلنا عليها تفتح هنا هتلاقي black ground كلها فتوح هتقدر تحطه تعمل زي ما انت عايز ماشي طيب خلينا نيجي هنا بقى ايه في الفذية دي برضو برمجة مرئية ناخدها سريعا معنا دي الشخصيات هنا character تقدر تختار الشخصيات اللي انت عايزها هنا الصوت شوف ايه الصوت اللي انت عايزه مجرد اسحب وحط هنا خلاص صوت ده هشه طيب هنا هقول له مثلا اعمل لي rotate اعمل لي scale اعمل لي talk ال rotate هتجي هنا وتختار يلف بزاوة دي والوقت بتاعها دي وال scale عايز بقدر ال scale قد ايه تمام يعني بقدر اختار كل الخصاص اللي انا عايزها ماشي color blue طيب run scale talk تمام تقدر تصيف المشروع كده احنا خدنا نبزة عن البرمجة وممكن بعد كده هندخل بقى ايه في بقية اللغات يعني احنا خدنا الشمل 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 ما تعتبرش لغة برمجة يعني لكن هنا بقى تبدأ بقى تتعلم ازاي تكتب الكود نفسه يعني هنا الشمل ال body كذا ممكن تقول له ايه title واي حاجة هتكتبها هنا هتبقى هيدي العنوان بس لازم تكتبها بنفس الشكل ده ونكتبها هنا مثلا اكس 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 واي مثلا تمام لا هي انا مبردتها في ال head فلازم نعمل head الاول بشكل دوت الموضوع سهل مع الوقت هتقدر نبت تعمل بشكل حلو ال body هو اللي تكتب بقى فيه الكلام هتقول له vital انا 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 فكتبت هنا body سيليم هتلاقي body هيظهر هنا ال title مبروض بيظهر في العنوان طيب خلينا نكتب مثلا hello world بص اي كلمة بتكتبها بتظهر هنا وبغاية تكتبها كل الحاجات اللي انت تعلمتها ثناء الكورس تمام انا وصلت هول ليبل ستة في سوين يعني تمام فتمنى اعجبكم وتكملوا بقى CCS والجافة سكريبت والجافة لسون لو انا بدأت فيهم هسجلها لكو برضو ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة